أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنها تحضر لتأسيس ميناء مؤقت من أجل إيصال المساعدات عبر البحر إلى قطاع غزة وذكر البنتاجون أنهم يعملون على تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها لإنشاء هذا الميناء مؤكدا أنه لن تتواجد القوات الأمريكية على أراضي غزة وأضاف أنه سيواصل التنسيق مع الدول الشريكة بشأن الميناء المؤقت وأن ذلك سيشمل إسرائيل فيما يتعلق بالجانب الأمني مضيفا أن التخطيط والتنفيذ لإنشاء الميناء سيستغرق أعدة سبيع وعبر البنتاجون عن أمله بتقديم مليوني وجبة لمواطني غزة يوميا وحول المساعدات أكد البنتاجون أن المساعدات وصلت إلى غزة بسلام نافيا تقارير تحدثت عن وقوع إصابات بسببها طقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن سينسك البنتاجون مع الدول الشريكة من أجل تشييد ميناء المؤقت في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية تشييد الميناء سيحتاج إلى نحو ألف جندي وسيستغرق التخطيط والتنفيذ عدة أسابيع لغاية الشهرين تقريبا ونأمل في نهاية المطاف في تقديم مليوني وجبة لمواطني غزة يوميا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستوفر الأمنى للميناء المؤقت الذي من المقرر بين أوه على ساحل غزة على البحر المتوسط لتلقي المساعدات الإنسانية هذا ونقلت شبكة NBC News عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تنفيذ ميناء غزة المؤقت سيستغرق ما يصل إلى شهرين لكي يصبح جاهزا للعمل بكل طاقته وأضاف المسؤولون أن الميناء سيشمل رصيفا عائما يمكن من خلاله نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع تحرك دولي بدعم أمريكي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة المشروع الجديد بناء على تصريحات المسؤولين في قبرص واشنطن يتمثل في إنشاء ممر بحري يبدأ من قبرص وينتهي برصيف مؤقت في غزة لم يحدد بعد هل سيكون فوق الشاطئ أم رصيفا عائما هذا الرصيف ينتظر أن يستقبل سفن المساعدات الدولية التي تنطلق من سواحل مدينة لارناكا القبرصية على بعد مائتين وعشرة أميال بحرية في غزة بالنسبة لموقع الرصيف المؤقت فهو غير محدد أيضا وقد يكون في شمال غزة حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على المنطقة أو قد يكون في جنوب رفح حيث توجد مخيمات النزحين الرئيس بايدن كلف الجيش الأمريكي ببدء تنفيذ المشروع لكن لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض شبكة سينا نقلت عن بايدن قوله إن الميناء المؤقت سيستقبل سفنا كبيرة ومياها وأدوية وملاجئ مؤقتة إسرائيل أكدت أن الممر البحري من قبرص سيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة بعد الفحوص الأمنية وفقاً للمعايير الإسرائيلية أما المفوذية الأوروبية فتحدثت عن اقتراب فتح ممر إنساني من قبرص إلى قطع غزة وبدء العمل التجريبي ليكون فعالاً مطلع الأسبوع ترجمة نانسي قنقر